بطاريات الكمية ومن ساعتها بدأنا نكتشف إزاي ممكن نبني البطاريات دي بيقول الكميائي جابريل هانا من جامعة أربيرتا أن البطاريات اللي نعرفها زي بطاريات اللي سيوم آين بتاعت الموبايل بتعتمد على مبادئ الكهرو كميائية الكلاسيكية في حين أن البطاريات الكمية هتعتمد على الكوانتر بس والمفروض أن البطاريات دي هتعمل من خلال تسخيق قوة الطاقة المسيرة ودي الحالة اللي بيرتص فيها الإلكترا فوتونات الضوء المشحونة بشكل كافي والباحثين شايفين أن البطاريات دي هتكون قوية قوي في مواجهة فقدان الطاقة وده بيرجع لحيية أن البطاريات دي مجهزة من جوها بحالة مظلمة بتخليها مش ممكن تفقد الطاقة ومن خلال تخطيم الشبكة الكمية أن هي الحالة المظلمة فالبطارية دي هتكون قادرة على تفرير وإطلاق الطاقة في نفس العملية وفي 2022 ظهر بحث بيقول أن البطاريات الكمية بتحصل الطاقة من ضوء خلينا ننشر أنظمة بقدر تمتص الطاقة اللي بتزيد بشكل كبير مع زيادة حجمها والعملية دي اسمها الامتصاص الفائر في الدراسة دي العالم جيب سكواتش من جامعة أدلة الأسترالية بالتعاون مع زميله من المركز الوطني اللي البحوث في إيطاليا أنشأوا بطارية كمية من جزائقات عضوية بتحمل علامة تجارية في أورانج والنمازج اللي من النوع ده بيكون النزول بتاعها من مستويين بس بيبقى أنظام فعال قوي والجزئة هنا لحالتين الحالة الأرضية ذات الحد الأدنى من الطاقة أو حالة الإصارة ذات الطاقة الأعلى ولما بيتم إطلاق ضوء الريزر عند الطول للموج الصح بيتم القرز لحالة الإصارة وعشان الباحثين يتأكدوا أن بيتم انتصاص الفطونات بكفاءة أن لأورف مصفوفة من بوليمار غير تفاعدي وحطوها في تجوز بيتكون من مغايتين واستخدموا طبقات من مواد العزلة عشان يعملوا جهاز اسمه عاكس الموزع ولما الليزر بيظهر في التجويف فجزئات الصبرة بتنتص الفطونات وبتنتقن لحالة الإصارة وبيأضروا كمية التقن للتنتصها عن طريق إرسال شعار ومرأبة مجدار لنعكس وأول ما بيتم إطارة الجزئات ما تقدرش تنتص المزيد من الفطونات علشان كده بتنعكس لما بيقسوا شدة ضوء المنعكس من هنا بيعرفوا عدد الجزئات اللي تم تحفزها وكم التقن لبصتها البطارية وعشان يقسوا معدلات شحن البطارية طور فريد دراسة تقنيات قياس فائقة السرعة علشان يشحنوا ويفحصوا التجويف بالتتابع بسرعة عالية جدا وفترات زمنية بتتروح من 10 ل 14 ثانية إيش بس كده ده كمان تنعوذين يقسوا خصائص الامتصاص لتركيزات مختلفة من الصبغة مع الحفاظ على قوة الشحن سبتة بس الغريب أنا أن الوقت اللازم لشحن التجويف كان بيقل مع ارتفاع تركيز الصبغة لكن لازم تعرفوا أن الظهارة دي تعتبر علامة عن الامتصاص الفائق لأن التشابك الكم المشترك بين جزئات الصبغة بيتيح افتجاز الفطونات بشكل أفضل بكتير من الجزئات وهي منفردة طبعا أول سؤال هيجي في دمارك هل ممكن فعلا نعمل بطارية زي دي؟ مع الأسف الطارية اللي بتتفعل بها الجزئات مع بعض ومع الضوء بتضغير عند التركيزات العالية قوي وده بيخلي البطارية بعيدة عن الامتصاص الفائق مش بس كده ده كمان جزئات الصبغة بتمتص الطاقة بشكل أسرع فبالتالي بتطلقها بشكل أسرع والتفرير السريع ده ممكن يكون كويس في بعض التطبيقات زي شحن العربية الكهربائية مثلا لكن مش كويس البطارية اللي لازم تخزن طاقة الفترة طويلة من غير فردانها فالموضوع ريخم شوية على غير من أن رزيقات الصبغة في التجربة دي كويسها قوي في امتصاص الطاقة وممكن تخزن شوية الطاقة في التجويف إلا أن البطارية المفيدة لازم تكون قادرة على استخدار الطاقة من التجويف قبل ما تتمكن من تجرينها فكده الفريق محتاج يزود مكونات ضعفية للتجويف عشان هنا إصارات الصبر البغر على شكل طيار كأرباء والسنة اللي فاتت نزل بحث بيقول أن في البطارية النموذجية بتنتقل الآيونات المشوونة في التجارة واحد عبر بحر من الجزيقات الثانية أثناء إعادة شكل البطارية قبل ما تتسارع المرة تانية في الاتجاه الثاني عشان تحرر الطاقة المخزنة يازم تعرفوا أن الأيونال بتتحرك رايح جاي وبتحول بعضها طول الطريق لحت ما يتم استنزاف البطارية ساعتها بتفقد الطاقة بسرعة كبيرة جدا لكن الفيزيائيين كانوا بيدورهم على طرق وديدة لترزين الطاقة في الموبايلات من خلال الاعتماد على ظاهرة كمية غريبة بتعمل على تحريف الزمن أو بمعنى أصح بتتلاعب بالزمن بيقول أحد الباحثين أن البطاريات الحالية بتاعت الأجهزة اللي طاقتها منخفضة عادة بتستخدم مواق كميائية زي الليسيوم علشان تخزن الشعنة في حان أن البطاريات الكمية بتستخدم جزيئات مجهرية زي مصفوفات الزرار ساعتها ساعة الباحثين لاختبار تكريت إدشاء بطارية كمية بتسمح بمراحل شحن متزابنة وبالتالي دعي حسن الطاقة والترزين والكفاءة الحرارية وبالفعل القوائمين على الدراسة بدأوا يختبروا بعض الأفكار التجريبية في مركز أبحاث العلوم الحاسوبية في بيكين المليان بإعشاعة النيزر والعدسات والمرايات المتبعدة والباحثين كانوا بيتبعوا هنا نهج زرارة كمية وهي التراقب اللي عادة بيتم استدعائها للحصبة الكمية وفي الزرارة دي الجسيمات بتبقى فنوجة من الحالات المحتملة لحد ما يتم قياسها إيش بس كده ده كمان التراقب بيسمح للأحداث إن هي تتكشف على المسارات المتوازية في وقت واحد وده بالفعل بيتلاعب بالزمن لأن الحدث اللي بيتتبع حدث تاني ممكن يا قصة على النتيجة بتاعته كأنه حصل قبله كأن الحدث ألف حصل قبل الحدث بي والحدث بي حصل قبل الحدث ألف واللي اثنين صخ وعشان نطبق ده على ترزين التراقب أدرك الباحثين إن احنا لازم نستخدم المفتاح الكمية وكمان اختبروا بعض تكوينات الشاحن المختلفة وعمل نظام قادر على السحب من شاحنين في وقت واحد وبالفعل أثبتوا إن الطريقة اللي بيتشاحن بها البطارية مكونة من جسيمات كمية ممكن تأثر بشكل كبير على أداء بتاعها مش بس كده ده كمان كشفوا عن تأثير المتوقع وهو الشاحن الأقل قوة نسبيا واللي بيضمن بطارية مشحونة بمزيد من الطاقة وبكافاة أعلى ومن هنا ظهرت مكاسب هائلة في الطاقة المخزنة في النظام والكافاة الحرارية ومن هنا اخترقت الدراسة الجديدة بروتوكول جديد طور فريب الفيزيائي بيحاول المبادئ الأساسية للبطارية الكمية سريعة الشاحن لنظام عملي وبيوضح الطريقة اللي ممكن نستخدم بيها تراقب البطارية لتخزين الطاقة بسرعة وكافاة عني جدا مؤخرا فكر للبحثين هل ممكن يكون في حاجة مشتركة بين جسم واحدة والأبطة في حال التراقب والضغط الفرضوي والارتتاد للمواد استاخنة في المحارت وهل ممكن نستفيد من الظاهر الكمية دي علشان نوفر طور جديدة لنقل الطاقة واللاختفاص بيها الفكرة دي من حيث المفهوم حلوة قوي لكن تحوية نظرية واجهة المحاركات الحرارية الكمية لجهاز عملي بتاع يحتاج مننا تحديد العمليات المناسبة اللي ممكن تقدر الكثير من الطاقة فريد دراسة هنا قيمه طريقتين لاستخدام تراقب الجسين لشحن بطارية كمية افتراضية علشان يحدده إذا كانت الحالة الغنضة دي بتنقل الطاقة بالفعل ولا لا الفريد استخدم هنا أيوم محصول في حال التراقب ممكن يكتسب الطاقة أثناء مروره على مساحة عكسر بتقايد أنواع الموجات اللي بتمر فيها ولما بعتوا الآيون عبر جهاز يقسم الموجة بتاعته لشعاعين طرن الفريد قدرة البطارية على ترزين الطاقة لما تمر موجات مفاصلة على نقاط دخول متعددة في تجويف واحد وبعد كده لكذا تجويف والمفاجأة هم مش بس لقوا أن تراقب الآيونات ممكن يسمح بالشحن الفعال لكمان لقوا أن العديد من المداخل اللي في مكان واحد عمل تأسير تداخل ممكن يؤدي نظريا لظاهرة الشحن المثالي هي بتحول كل الطاقة المخزنة للعمل من البطارية الكمية في أي لحظة في عملية الشحن مش بس كده ده كمان لقوا أن العملية دي قابلة للتطوير بعد استمرار تأسير التداخل حتى مع أرسال أكتر من أي يوم عبر التجويف وبكده الفريق قدر يسبح مفهوم البرتقل الجديد بتاعه وكمان أضح أن لو في نظام مشابك هيكون وسيلة فعالة في استخدام الطاقة للشحن السريع واستخدام الطاقة من نظام الكامل وأكده أن احنا محتاجين لطاقة جديدة علشان نحول البرتقل ده لحاجة عملية أكثر شبه البطارية كده يعني التجربة بتقول ما فيش أي حاجة في قوانين الفيزية بتقول أن احنا ما نقدرش نستغل المشهد الكمي عشان نخزل الطاقة العمراء طويل وشحنها سريعة لحد ده نقشت حالاتنا يارب بقناع عجبتكم وياريتكم شرحت لكم الموضوع بشكل مبصط والسلام عليكم